مجدداً عاد المبعوث الأممي ليدون اسمه على سجلات المسافرين من مطار صنعاء باعتباره المسافر الأوحد من هذا المطار تحط طائرة الأممية يحضر رجل بنوع من الاستقبال الخافت والاحتفال العلامي باعتباره مادة للنشر والتحليل ثم يذهب للقاء عضاء سلطة الميليشيا في لقاءات مغلقة تستمر لساعات ونادراً ما تستمر لأيام بعد ذلك يعود إلى المطار للمغادرة وقبل المغادرة لا ينسى الرجل الحديث للإعلام عن تفاؤله بما لقيه من تجاوب وتفاهمات حول استعادة المسار السياسي العاثر ذلك التفاؤل الذي طالما تحدث عنه ماتين جريفث ظل مقتصراً عليه دون ما غيره بينما شهد المسار السياسي في عهده كثيراً من الإخفاقات وطالت القضية اليمنية عديداً من التعقيدات في شقها السياسي والعسكري وذلك ما يجعل من جهود جريفث على طريق من سبقه في العودة بخفي حنين الشاهد من كل هذا أن وصول المبعوث الأممي مؤخراً إلى صنعاء أصبح أمراً روتينياً لا يعول عليه فله يملك من القوة وصلاحيات ما يفرض به ما يراه حلاً باعتباره وسيطاً أممياً ولا الميليشيا تلقت من الضربات ما يجعلها تجنح للسلام وبين زحمة الأعود ومشاعر التفاؤل العقيمة يقف اليمنيون محاصرين بخيبة الأمل وتفاقم المعاناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر